بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبعه داه رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهذا هو الدرس الأول من دروس تفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى نخصصه لقراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآيتين الأولى والثانية من هذه السورة الكريمة وهي قول ربنا سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم يقول الإمام في تفسير قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم أول هذه السورة مناسب لآخر السورة المتقدمة فإن آخرها قوله تعالى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون فإن قال قائل كيف يهلك الفاسق وله أعمال صالحة كإطعام الطعام وصلة الأرحام وغير ذلك مما لا يخلو عنه الإنسان في طول عمره فيكون في إهلاكه إهدار عمله وقد قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى وقال تعالى هنا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم أي لم يبق لهم عمل ولم يوجد فلم يمتنع الإهلاك وسنبين كيفية إبطال الأعمال مع تحقيق القول فيه وتعالي الله عز وجل عن الظلم سنبين تعالي الله عز وجل عن الظلم ونبين كيفية إبطال الأعمال مع تحقيق القول فيه وفي التفسير مسائل المسألة الأولى من المراد بقوله الذين كفروا قلنا فيه وجوه الأول هم الذين كانوا يطعمون الجيش يوم بدر منهم أبو جهل والحرث ابن هشام وعتبة وشيبة ابن ربيع وغيرهم الثاني أنهم كفار كريش الثالث أنهم أهل الكتاب والرابع أنه عام يدخل فيه كل كافر المسألة الثانية في الصد وجهان أحدهما أنهم صدوا أنفسهم ومعناه أنهم صدوا أنفسهم عن السبيل ومنعوا عقولهم من اتباع الدليل وثانيهما صدوا غيرهم ومنعوهم كما قال تعالى عن المستضعفين في سورة سبأ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين وعلى هذا بحث وهو أن إضلال الأعمال مرتب على الكفر والصد والمستضعفون لم يصدوا فلا يضل أعمالهم فنقول التخصيص بالذكر لا يدل على نفي ما عداه ولا سيما إذا كان المذكور أولى بالذكر من غيره وها هنا الكافر الصاد أدخل في الفساد فصار هو أولى بالذكر أو نقول كل من كفر صار صادا لغيره أما المستكبر فظاهر وأما المستضعف فلأنه بمتابعته أثبت للمستكبر ما يمنعه من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه بعدما يكون متبوعا يشق عليه أن يصير تابعا ولأن كل من كفر صار صادا لمن بعده لأن عادة الكفار اتباع المتقدم كما قال عز وجل عنهم أنهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وفي آية أخرى مهتدون فإن قيل فعلى هذا كل كافر صاد فما الفائدة في ذكر الصد بعد الكفر نقول هو من باب ذكر السبب وعطف المسبب عليه تقول أكلت كثيرا وشبعد والكفر على هذا سبب الصد ثم إذا قلنا بأن المراد منه أنهم صدوا أنفسهم ففيه إشارة إلى أن ما في النفس أو ما في الأنفس من الفطرة كان داعيا إلى الإيمان وأن الانتناع لمانع وهو الصد لنفسه المسألة الثالثة في المصدود عنه وجوه الأول عن الإنفاق على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كما قال المنافقون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا الثاني الصد عن الجهاد المصدود عنه هو الجهاد الثالث عن الإيمان الرابع عن كل ما فيه طاعة الله عز وجل وهو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم هاد إليه وهو صراط الله قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض فمن منع من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فقد صد عن سبيل الله عز وجل المسألة الرابعة في الإضلال وجود الأول المراد منه الإبطال ووجهه هو أن المراد أنه أضله بحيث لا يجده فالطالب إنما يطلبه في الوجود وما لا يوجد في الوجود فهو معدوم فإن قيل كيف يبطل الله عز وجل حسنة أوجدها نقول إن الإبطال على وجود أحدها يوازن بسيئاتهم الحسنات التي صدرت منهم ويسقطها بالموازنة ويبقي لهم سيئات محضة لأن الكفر يزيد على غير الإيمان من الحسنات والإيمان يترجح على غير الكفر من السيئات وثانيها أبطلها لفقد شرط ثبوتها وإثباتها وهو الإيمان لأنه شرط قبول العمل قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وإذا لم يقبل الله عز وجل العمل لا يكون له وجود لأن العمل لا بقاء له في نفسه بل هو يعدم عقيب ما يوجد في الحقيقة غير أن الله تعالى يكتب عنده بفضله أن فلانا عمل صالحا وعندي جزاؤه فيبقى حكما وهذا البقاء حكما خير من البقاء الذي للأجسام التي هي محل الأعمال حقيقة فإن الأجسام وإن بقيت غير أنما آلها إلى الفناء والعمل الصالح من الباقيات عند الله تعالى أبدا وإذا ثبت هذا تبين أن الله عز وجل بالقبول متفضل وقد أخبر أني لا أقبل إلا من مؤمن فمن عمل وتعب من غير سبق الإيمان فهو المضيع تعبه لله تعالى وثالثها لم يعمل الكافر عمله لوجه الله تعالى فلم يأتي بخير فلا يرد علينا قوله فمن يعمل مثقال ذرة خير يره وبيانه هو أن العمل لا يتميز إلا بمن له العمل لا بالعامل ولا بنفس العمل وذلك لأن من قام ليقتل شخصا ولم يتفق قتله ثم قام ليكرمه ولم يتفق الإكرام ولا القتل وأخبر عن نفسه أنه قام في اليوم الفلاني لقتله وفي اليوم الآخر لإكرامه يتميز القيامان لا بالنظر إلى القيام فإنه واحد ولا بالنظر إلى القائم فإنه حقيقة واحدة وإنما يتميز بما كان لأجله القيام وكذلك من قام وقصد بقيامه إكرام بعض العوام يتميز أحدهما عن الآخر بمنزلة العمل لكن نسبة الله الكريم إلى الأصنام فوق نسبة الملوك إلى العوام فالعمل للأصنام ليس بخير ثم إن اتفق أن يقصد واحد بعمله وجه الله تعالى ومع ذلك يعبد الأوثان لا يكون عمله خيرا لأن مثل ما أتى به لوجه الله عز وجل أتى به للصنم المنحوت فلا تعظيم الوجه الثاني الإضلال هو جعله مستهلكا وحقيقته هو أنه إذا كفر وأتى للأحجار والأخشاب بالركوع والسجود فلم يبق لنفسه حرمة وفعله لا يبقى معتبرا بسبب كفره وهذا كمن يخدم عند الحارس والسائس إذا قام فالسلطان لا يعمل قيامه تعظيما لخصته كذلك الكافر وأما المؤمن فبقدر ما يتكبر على غير الله عز وجل يظهر تعظيمه لله تعالى كالملك الذي لا ينقاد لأحد إذا انقاد في وقت لملك من الملوك يتبين به عظمته الوجه الثالث أضله أي أهمله وتركه كما يقال أضل بعيره إذا تركه مسيبا فضع ثم إن الله تعالى لما بين حال الكفار بين حال المؤمنين فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم وفيه مسائل المسألة الأولى قد ذكرنا مرارا أن الله تعالى كلما ذكر الإيمان والعمل الصالح رتب عليهم المغفرة والأجر كما قال فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم في سورة الحج وقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزي أنهم أحسن الذي كانوا يعملون في سورة العنكبوت وقلنا بأن المغفرة ثواب الإيمان وأن الأجر على العمل الصالح واستوفينا البحث فيه في سورة العنكبوت فنقول ها هنا جزاء ذلك قوله كفر عنهم سيئاتهم وهذا إشارة إلى ما يثيب على الإيمان وقوله وأصلح بالهم إشارة إلى ما يثيب على العمل الصالح المسألة الثانية قالت المعتزلة تكفير السيئات مرتب على الإيمان والعمل الصالح فمن آمن ولم يفعل الصالحات يبقى في العذاب خالدا فنقول لو كان كما ذكرتم لكان الإضلال مرتبا على الكفر والصد فمن يكفر لا ينبغي أن تضل أعماله أو نقول قد ذكرنا أن الله عز وجل رتب أمرين على أمرين فمن آمن كفر سيئاته ومن عمل صالحا أصلح باله أو نقول أي مؤمن يتصور أنه غير آت بالصالحات بحيث لا يصدر عنه صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا إطعام وعلى هذا فقوله وعمل الصالحات عطف المسبب على السبب كما قلنا في قول القائل أكلت كثيرا وشبع المسألة الثالثة قوله وآمنوا بما نزل على محمد مع أن قوله آمنوا وعملوا الصالحات أفاد هذا المعنى فما الحكمة فيه وكيف وجهه فنقول أما وجهه فبيانه من وجوه الأول قوله والذين آمنوا أي بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم واليوم الآخر وقوله وآمنوا بما نزل على محمد أي بجميع الأشياء الواردة في كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذا تعميم بعد أمور خاصة وهو حسن تقول خلق الله السماوات والأرض وكل شيء إما على معنى وكل شيء غير ما ذكرنا وإما على العموم بعد ذكر الخصوص الثاني أن يكون المعنى آمنوا وآمنوا من قبل بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق المعجز الفارق بين الكاذب والصادق يعني آمنوا أولا بالمعجز وأيقنوا بأن القرآن لا يأتي به غير الله تعالى فآمنوا وعملوا الصالحات والواو للجمع المطلق ويجوز أن يكون المتأخر ذكرا متقدما وقوعا وهذا كقول القائل آمن به وكان الإيمان به واجبا أو يكون بيانا لإيمانهم كأنهم آمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم أي آمنوا به وآمنوا بالحق كما يقول القائل خرجت وخرجت مصيبا أي وكان خروجي جيدا حيث نجوت من كذا وربحت كذا فكذلك لما قال آمنوا بيّن أن إيمانهم كان بما أمر الله تعالى وبما أنزل الله لا بما كان باطلا من عند غير الله الثالث ما قاله أهل المعرفة وهو أن العلم العمل والعمل العلم فالعلم يحصل ليعمل به لما جاء في الأثر إذا عمل العالم العمل الصالح علم ما لم يكن يعلم فيعلم الإنسان مثلا قدرة الله بالدليل ويعلم علمه وأمره فيحمله الأمر على الفعل ويحثه عليه علمه وهو علمه بحاله وقدرته عز وجل على ثوابه وعقابه فإذا أتى بالعمل الصالح علم من أنواع مقدورات الله تعالى ومعلومات الله عز وجل ما لم يعلمه أحد إلا بإطلاع الله تعالى عليه وبكشفه ذلك له فيؤمن وهذا هو المعني في قوله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فإذا آمن المكلف بمحمد صلى الله عليه وسلم بالبرهان وبالمعجزة وعمل صالحا حمله علمه على أن يؤمن بكل ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم ولم يجد في نفسه شكا وللمؤمن في المرتبة الأولى أحوال وفي المرتبة الأخيرة أحوال أما في الإيمان بالله ففي الأولى يجعل الله معبودا وقد يقصد غيره في حوائجه فيطلب الرزق مثلا من زيد أو عمر ويجعل أمرا سببا لأمر وفي الأخيرة يجعل الله عز وجل مقصودا ولا يقصد غيره ولا يرى إلا منه سره وجهره فلا ينيب إلى شيء في شيء فهذا هو الإيمان الآخر بالله وذلك هو الإيمان الأول وأما ما في النبي صلى الله عليه وسلم فيقول في الأولى هو صادق فيما ينطق ويقول في الأخيرة لا نبق له إلا بالله ولا كلام يسمع منه إلا وهو من الله فهو في الأول يقول بالصدق ووقوعه منه وفي الثاني يقول بعدم إمكان الكذب منه لأن حاكي كلام الغير لا ينسب إليه الكذب ولا يمكن إلا في نفس الحكاية وقد علم هو أنه حاك عنه كما قاله وأما في المرتبة الأولى فيما يتعلق بالحشر فيجعل الحشر مستقبلا والحياة العاجلة حالا وفي المرتبة الأخيرة يجعل الحشر حالا والحياة الدنيا ماضية فيقسم حياة نفسه في كل لحظة ويجعل الدنيا كلها عدما لا يلتفت إليها ولا يقبل عليها المسألة الرابعة قوله وآمنوا بما نزل على محمد هو في مقابلة قوله في حق الكافر وصدوا لأن بينا في وجه أن المراد به صدوا عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وهذا حث على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فهم صدوا أنفسهم عن سبيل الله تعالى وهو محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه وهؤلاء حثوا أنفسهم على اتباع سبيله فلا جرى ما حصل لهؤلاء ضد ما حصل لأولئك فأضل الله حسنات أولئك وستر على سيئات هؤلاء المسألة الخامسة قوله تعالى وهو الحق من ربهم هل يمكن أن يكون من ربهم وصفا فارقا كما يقال رأيت رجلا من بغداد فيصير وصفا للرجل فارقا بينه وبين من يكون من الموصل وغيره نقول لا لأن كل ما كان من الله عز وجل فهو الحق فليس هذا فقط هو الحق من ربهم بل قوله من ربهم خبر بعد خبر كأنه قال وهو الحق وهو من ربهم أو إن كان وصفا فارقا فهو على معنى أنه الحق النازل من ربهم لأن الحق قد يكون مشاهدا فإن كون الشمس مضيئة حق وهو ليس نازلا من الرب عز وجل بل هو علم حاصل بطريق يسره الله تعالى لنا ثم قال عز وجل كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم أي سترها وفيه إشارة إلى بشارة ما كانت تحصل بقوله أعدمها أو محاها لأن محو الشيء لا ينبئ عن إثبات أمر آخر مكانه وأما السطر فينبئ عنه وذلك لأن من يريد سطر ثوب بال أو وسخ لا يستره بمثله وإنما يستره بثوب نفيس نظيف ولا سيم الملك الجواد إذا سطر على عبد من عبيده ثوبه البالي أمر بإحضار ثوب من الجنس العالي لا يحصل إلا بالثمن الغالي فيلبسه إياه هذا هو السطر بينه وبين المحبوبين وكذلك المغفرة فإن المغفرة والتكفير من باب واحد في المعنى وهذا هو المذكور في قوله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وقوله وأصلح بالهم إشارة إلى ما ذكرنا من أنه يبدلها حسنا فإن قيل كيف تبدل السيئة حسنا نقول معناه أنه يجزيه بعد سيئاته ما يجزي المحسن على إحسانه فإن قال قائل الإشكال باق وباد وما زال بل زاد فإن الله تعالى لو أثاب على السيئة كما يثيب على الحسن لكان ذلك حثا على السيئة نقول ما قلنا إنه يثيب على السيئة وإنما قلنا إنه يثيب بعد السيئة بما يثيب على الحسن وذلك حيث يأتي المؤمن بسيئة ثم يتنبه ويندم ويقف بين يدي ربه عز وجل معترفا بذنبه مستحقرا لنفسه فيصير أقرب إلى الرحمة من الذي لم يذنب ودخل على ربه مفتخرا في نفسه أعيد فإن قال قائل الإشكال باق وباد وما زال بل زاد فإن الله تعالى لو أثاب على السيئة كما يثيب على الحسن لكان ذلك حثا على السيئة نقول ما قلنا إنه يثيب على السيئة وإنما قلنا إنه يثيب بعد السيئة بما يثيب على الحسن وذلك حيث يأتي المؤمن بسيئة ثم يتنبه ويندم ويقف بين يدي ربه معترفا بذنبه مستحقرا لنفسه فيصير أقرب إلى الرحمة من الذي لم يذنب ودخل على ربه مفتخرا في نفسه فصار الذنب شرطا للندم والثواب ليس على السيئة وإنما هو على الندم وكأن الله تعالى قال عبدي أذنب ورجع إلي ففعله شيء لكن ظنه بي حسن حيث لم يجد ملجأ غيري فاتكل على فضلي والظن عمل القلب والفعل عمل البدن واعتبار عمل القلب أولى ألا ترى أن النائم والمغمى عليه لا يلتفت إلى عمل بدنه والمفلوج الذي لا حركة له يعتبر قصد قلبه ومثال الروح والبدن راكب دابة يركض فرسه بين يدي ملك يدفع عنه العدو بسيفه وسنانه والفرس يلطخ ثوب الملك برقضه فهل يلتفت إلى فعل الدابة مع فعل الفارس فكذلك الروح راكب والبدن مركوب فإن كانت الروح مشغولة بعبادة الله عز وجل وذكره ويصدر من البدن شيء لا يلتفت إليه بل يستحسن منه ذلك ويزاد في تربية الفرس الراكض ويهجر الفرس الواقف وإن كان غير مشغول فهو مؤاخذ بأفعال البدن وبهذا فرغ الإمام من تفسير الآية الثانية ونقف عند الآية الثالثة وهي قوله تعالى ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم نقرأ المسائل التي سطرها الإمام في تفسير هذه الآية وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين